سياسياً تقول أوساط سياسية عراقية إن استقبال زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني ومن ثم اجتماعه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يندرج في إطار تحركات لتدليل الخلافات بين أقطاب اتلاف إدارة الدولة والتي بلغت مستوى خطير خلال الفترة الماضية وترى الأوساط نفسها بحسب تقرير لصحيفة العرب تابعته وان نيوز أن التحالف الحاكم في العراق يدرك أن استمرار التباينات بين أقطابه والتنافس الجاري بين عدد منهم لن يقود سوى إلى تفككه وهذا ما سيشكل ضرراً كبيراً على العملية السياسية القائمة كما أنه يمثل جائزة للخصوم السياسيين وفي مقدمتهم التيار الصدري لافتة إلى دور لعبه كل من تيار الحكمة وتحالف الفتحة لإقناع رئيس الوزراء بهذه الخطوة ذلك أن اتساع الهوة بين الجانبين سيؤثر حتماً على الحكومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر